هو جيش وطني شعبي وطني لأن الوطنية شعاره وردائه وزاده وسلاحه في وجه الأحد وشعبي لأنه جاء من رحم الشعب حر أبي فهو من الشعب وإلى الشعب درع الأمة فخرها وعزها وحصنها الحصين في الأيام الحالكات فلا هو صنيعة استعمار بغيظ ولا هو أداة عصف وقهر في يد أسرة مالكة تستقوي به على شعبها المقهور الرابع من أوت من كل عام أختير ليكون اليوم الوطني للجيش بمرسوم أقره قائده الأعلى الرئيس عبد المجيد تبو بحكم أنه دستورياً هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني وعن رمزية تاريخ الرابع من أوت فهو محطة خالدة خلود تضحيات الشهداء الوطن الأبرار ففي هذا اليوم من عام 1962 صدر قرار تحويل الجيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي إماناً من القيادة حينها أن جيش التحرير بعد أن يستكمل مهمة التحرير المقدسة جاء دوره ليضبط الأمن والأمان في أضراف البلاد المترامية ويفشل رهان الاستعمار وعملائه في أن المجاهدين لن يتمكنوا من حكم بلاد حررها بالدماء فخاب أملهم وانكسرت أمانهم وبعد عام ونيف من استرجاع السيادة وجد الجيش الوطني الشعبي نفسه أمام امتحان عسير لكنه نجح فيه على قلة الإمكانيات فرد كيد المخزن وطرد الغزاة شر طردة في حرب الرمة وعلم الجميع حينها أن الجزائر بها رجال لا يهابون الموت ولا يرتضون الذل والهوى جيش الشعبي ودرع الأمة وحامها استجابة لقرارات القيادة انخرط في ستينيات وسبعينيات وثمانيات القرن الماضي في مسيرة البناء والتشييد دون هوادة فكانت على يده عشرات المشاريع العملاقة التي غيرت وجه الجزائر وجعلت حلم الثوار في بناء وطن يسع الجميع حقيقة مثلة للعين صد والأخضر وطريق الوحدة الإفريقية وعشرات القرى الاشتراكية التي انتشرت الكادحين من الأكواخ وشطف العيش إلى سعته وتطهير حقول الألغام الممتدة على طور خطي شال ومريس والتي خلف الاستعمار الفرنسي وبلغت نحو تسعة ملايين لغم وتسببت في سقوط أكثر من أربعة ألاف وثمانمائة شهيد خلال الثورة وحوالي ألفين وخمسمائة ضحية بعد الاستقلال كل ذلك وغيره ليس إلا فيضا من غيظ ونماذج شاهدة على جسامة تضحيات الجيش تضحيات بوأته مكانة خاصة لدى الشعب في المحن طيلة ستة عقود من عمر الاستقلال كان الجيش الوطني الشعبي حاضرا للدعم والإنقاذ ومساعدة الضحايا في مختلف الكوارث الطبيعية التي شهدتها الجزائر وعبرزها زلزال شلف في أكتوبر ألف وتسعمائة وثمانين وزلزال عين تيموشنت سنة ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين وفيضانات باب الوادي في نوفمبر ألفين وواحد وزلزال بومرداس في ماي ألفين وثلاثة وليست ببعيد عن صور التلحم بين الجيش والشعب صيف ألفين وأحدى وعشرين وارتقوا سبعة وعشرين جنديا شهيدا عندما هبوا لنجدة ضحايا حرائق تيزي والزو وبجايا الرابع من أوت يوم للعز والفخر بجيش الأمة وخام صيادتها يوم لتكريس سمو رابطة جيش أمة التي يدور حولها رهان الدفاع عن وطننا الغالي وحفظ أمنه واستقراره